ترجمة نانسي قنقر وعلماء الآثار أيضاً وطبعاً تتجلى أهمية اللقى لعالم الآثار بتوفيرها العديد من القرائن المتعلقة بسياق المعلم المكتشف والمهمة للتأريخ والوظيفة إن عملية اكتشاف اللقى وتوثيقها وأنقاذها في نهاية المطاف ليست سوى جزء من أعمال التنقيب الأثري وبشكل عام يتم العثور على اللقى أثناء إزالة الطبقات أو المعالم الأثرية بصورة منهجية في هذه المرحلة يجب اتخاذ تدابير لا تسمح فقط باستخراج العنصر المكتشف بعناية تضمن عدم تعريضه للتخريب بل أيضاً بفهم السياق الأثري كاملاً لدراسته وتحليله لاحقاً لهذا الغرض يجب توثيقه بعناية فائقة مرحباً سيكون من الجيد أن تأتي وتلقي نظرة بعد العثور على اللقى يجب الكشف عنها بعناية فائقة باستخدام أدوات التنقيب الدقيقة مثل المصدرين والفرشات فيتم توثيق المزيد من التفاصيل دمن الصياق المكتشف فعند التنقيب عن إحدى اللقى أي الكشف عنها قبل استخراجها يجب توثيقها بشكل كامل ودقيق في مكان العثور عليها بعد تجهيز سياق اللقى في مكان العثور عليها يجب تصويرها في الموقع باتخاذ لقطات من عدة جهات وهنا يعد سهم الشمال والمقياس زوي أهمية خاصة هذا وتعد كل الصور التفصيليات واللقطات العامة التي تظهر اللقى ضمن سياقها مهمة جداً يقوم المنقب في الوقت نفسه برسم مخطط أولي له في دفتر يوميات التنقيب الخاص به فيدون فيه جميع المعلومات حول اللقى وموقعها ويشمل ذلك أعمال القياس أي تحديد موضعها تحديداً ثلاثي الأبعاد ويمكن القيام بذلك بواسطة التايكومتر أو الليفل فإن لم تتوفر يمكن إجراء قياسات بسيطة بواسطة مصرط القياس ونسبها إلى عناصر موجودة معروفة مثل جدار المعبد هنا إضافة إلى طرق التوثيق التقليدية تتوفر اليوم طرق حديثة مختلفة لتوثيق اللقى وسياقها بشكل ثلاثي الأبعاد وهذه غالباً ما توفر معلومات إضافية تساعد في الدراسة والتحليل لاحقاً هنا يتم استخدام جهاز المسح الليزري إنه يقيس المسافات والاتجاهات بوقت واحد وفي المستويين الأفقي والرأسي وينتج عنها إحداثيات تحدد النقطة في الفراغ والشيء المميز في هذا الماسح وأنه يقوم بالقياس بسرعة كبيرة جداً يمكن بوساطتها قياس عدد من النقاط يصل إلى المليون في الثانية وهذا يعني أن كامل الفراغ يمكن تمثيله على الكمبيوتر بشكل يدعى بالسحابة النقاطية أي منظر بانورامي 360 درجة على شكل صورة مرفقة بمعلومات مكانية كما يمكننا بوساطة هذه السحابة أخذ المزيد من القياسات بعد التوثيق تتم إزالة طبقات الأتربة المحيطة بحواف العنصر المكتشف ورفعها بعناية كي يمكن استخراجه لاحقاً بدون عوائق خلال ذلك يمكن العثور على لقاً أخرى وفي هذه الحالة يمكن العثور على بقايا حريق وهذه أيضاً يجب استخراجها بعناية فائقة وكذلك يجب توثيقها وتعبئتها لإجراء الدراسات المختبرية الآن وفقط الآن يمكن رفع العنصر المكتشف بعناية من موقع التنقيب وتعبئته لنقله بأمان إلى بيت البعثة أو المختبر إذا كان العنصر المكتشف مفتتاً إلى حد كبير على شكل كسر أو معرضاً لخطر التفتت إلى أجزاء فقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الكسر عند أخراجه بسرعة لهذا يجب التفكير في إجراء عملية استخراج لكامل المنطقة التي تحويه وهذا يعني رفع كميات كبيرة من الأتربة بما تحويه من الكسر وترك أمر كشفها واستخراجها لاحقاً للمرمم تستمر بعدها معالجة العنصر المكتشف وتوثيقه في بيت البعثة أو المختبر قبل أرشفته في مستودع البعثة أو في المتحف الآن سيتم توثيق العنصر المكتشف مرة أخرى بشكل أكثر دقة بعد تنظيفه بوساطة المرمم هذا ويجتمل على التصوير الفوتوغرافي يعد الرسم الأثري والدقيق بالمقياس الطبيعي مهماً جداً فيمكن بوساطته التعرف إلى تفاصيل مهمة لا تظهر عادة في الصورة تتوفر اليوم إمكانية توثيق العناصر بشكل ثلاثي الأبعاد بطريقة بسيطة نسبياً وإحدى هذه الطرق هي ما تدعى بالـ Structure from Motion إذ يتم تشكيل سحابة نقطية ثلاثية الأبعاد باستخدام برامج معالجة صور الرقمية متسلسلة عالية الدقة تتم معالجة هذه السحابة النقطية وتحويلها إلى نموذج ثلاثي الأبعاد ذي سطح شبكي ومن ثم إكساؤه باستخدام الصور الرقمية ويمكن إجراء القياسات باستخدام هذه النماذج الرقمية وكذلك إصدار مقاطع متعددة يجب عدم نسيان طريقة التوثيق التقليدية فلا يقوم الباحث أو الآثاري بتسجيل أبعاد القطعة في قاعدة بيانات فحسب بل يوثق أيضاً مادة اللقى وحالة حفظها ويضاف إلى ذلك الوصف التفصيلي والشروحات وكذلك معلومات عن سياق المعلم المكتشف حتى وإن بقي العديد من الأسئلة حول اللقى المكتشفة في كثير من الأحيان دون إجابة فأن توثيقها الدقيقة واستخراجها بطريقة علمية وترميمها إذا اقتضى الأمر هو أفضل طريقة لحفظ المعلومات التي تحملها هذه اللقى حول ثقافات الماضي وبذلك الحفاظ على جزء من التراث الثقافي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة